ما هي الكواكب الداخلية؟ تتألف منظومتنا الشمسية من ثمانية كواكب تدور جميعها حول نجم واحد يسمى الشمس وأربعة منها تسمى بالكواكب الداخلية هي عطارد والزهرة والأرض والمريخ أما الكواكب الأربعة الأكبر الخارجية فهي المشترى وزحل وأورانوس ونبتون وتنفصل الكواكب الخارجية منها عن الداخلية عبر حزام نجمي أما الكواكب الداخلية فهي تلقب بالكواكب الأرضية وهي الأقرب إلى الشمس وهي مغطاة بطبقة خارجية صلبة ومعادن منصهرة معظمها من معدني النيكل والحديد لذا فهي عرضة للنشاطات التكتونية كالبركانية إضافة إلى أنها محاطة بغلافات جوية فوق سطحها أيضا والكواكب الداخلية أصغر وأكثر كثافة من الكواكب الخارجية والتي تسمى بالكواكب الغازية العملاقة نظرا لضخامة حجمها ولأنها تتألف كليا تقريبا من الغازات السبب في أن الكواكب الداخلية مغطاة بسطح صخري صلب أنه عندما كانت المنظومة الشمسية تتشكل سمحت الحرارة العالية للعناصر ذات درجات الانصغار الفائقة كالسيليكون والحديد بالبقاء لذا عندما حصل التبريد أصبحت هذه العناصر قادرة على توفير المواد الخام التي تشكلت منها الأسطح الصخرية على الكواكب ولعل الكواكب الداخلية تحصل على أغلفاتها الجوية الأصلية من انبعاثات الغازات العالقة أو الممتصة التي لم تتبخر بفعل الحرارة ومن الكواكب الداخلية نذكر عطارد الأقرب للشمس ويكمل دورته حولها كل ثمانية وثمانين يوما ليس لعطارد أي قمر أما قطره فيبلغ ثلثة قطر الأرض وهو الكوكب الأصغر على الإطلاق في المنظومة الشمسية عطارد يتميز بنواة كبيرة مؤلفة من النيكل والحديد ومغطا بطبقة من السيليكون له غلاف جوي رقيق يحتوي على الهايدروجين والهليوم وقد تصل حرارة سطحه إلى أربعمائة وسبعة وعشرين درجة مئوية في خلال النهار ومائة وثمانية وستين درجة تحت الصفر في الليلة وعطارد الذي هو الكوكب الأقل اكتشافا من بين الكواكب الداخلية مغطا بفوهات براكين ضخمة ونتوءات صغيرة تشكلت منذ بدايات تاريخه قد نجد الماء على شكل الجليد في هذه الفوهات لكن عند أقطابه أما الزهرة فهو الكوكب الثاني في بعده عن الشمس ويقارب بحجمه حجم الأرض ليست له أي أقمار وهو الكوكب الأكثر حرارة بحيث تصل حرارته إلى أربعمائة واثنين وستين درجة مئوية سبب ذلك أن غلافه الجوي كثيف جدا وقابل لتخزين نسبة كبيرة من الحرارة لأن نسبة ثاني أكسيد الكربون فيه تصل إلى 96% كما يحتوي غلافه الجوي على كميات من بخار الماء وكسطح كوكب عطارد فإن الزهرة مغطا بفوهات براكين ضخمة منها 167 بركانا معروفا بعضها يبدو أنه لا يزال نشيطا كان كوكب الزهرة هدف الكثير من المسابر الفضائية منذ عام 1960 عشرة منها نجحت في الهبوط على سطحه المهمات المستقبلية وضعت من أجل دراسة جيولوجيته والتحقق من نشاط براكينه الأرض هي الكوكب الثاني في بعدها عن الشمس إنها الأكبر والأكثر كثافة بين الكواكب الداخلية لها قمر هو الأكبر أيضا وهو الكوكب الوحيد الذي لديه غلافا مائيا بارزا يغطي الماء سبعون بالمئة من سطح الأرض وهو موجود بوفرة في الغلاف الجوي درجة الحرارة المسجلة عليها تتفاوت بين 56.7 درجة مئوية إلى 89.2 درجة تحت الصفر أما اليابسة فهي موطن لكثير من الأمور بما فيها السلاسل الجبلية الضخمة والسهول الشاسعة والصحاري القاحلة والأودية الصخرية الصحيقة كلها تكونت بفعل النشاطات الجيولوجية التي تشمل الصفائح التكتونية وانجراف الماء والرياح أهم ما في الأرض ربما هو أنها الكوكب الوحيد الذي توجد فيه حياة وأن الكائنات الحية تسكن تقريبا في كل جزء من سطحه حتى في سمائه وفي بيئته المائية أيضا غلافه الجوي الفريد يشكل الأكسوجين منه 21% والنيتروجين 78% وهو يحجب الكثير من أشعة الشمس الضارة مما يسمح بتعديل درجات الحرارة نبتات الأرض غيرت غلاف الأرض الجوي بإنتاج كل نسب الأكسوجين المريخ والكوكب الرابع من بين الكواكب الداخلية والأبعد عن الشمس له قمران صغيران وغلاف جوي رقيق مؤلف من ثاني أكسيد الكربون وهو يدور حول الشمس مرة كل 687 يوما أرضيا المريخ هو الكوكب الداخلي الأبرد تتفاوت درجات حرارة سطحه بين 20 و 153 درجة مئوية تحت الصفر يمتلك كوكب المريخ كميات هائلة من الماء على شكل جليد لسيما في أقطابه نهيك عن كتل الغبار كهذه التي تم تصويرها على المريخ سطح المريخ غني بالبراكين كتلك المصورة هنا ويبلغ طولها ثلاثة أضعف أطول جبل على الأرض وفوهات ضخمة أيضا يعرف المريخ بالكوكب الأحمر لأن سطحه غني بأكسيد الحديد ذي اللون الأحمر تم اكتشاف مناطق صغيرة على المريخ على نطاق واسع من قبل السفن الفضائية التي وطئته وتجولت على سطحه وأخذت منه العينات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر